طيب اذا كان دي الادوات بتاعتي اللي هزي ما شايفينها بتكون قاعدة بالشمال ويفضل انك تخلى هذا بلا في حتة يعني ما تحرك لا كده لا كده طيب قاعدة مرضومة كتير كده فانا عايز اوسط الموضوع ده لعقلي عشان اقدر افهم الادوات دي فحقوم اجسم لمجموعات اذا قلنا اول خمسة ادوات هي ادوات الجس والتحريك بعدهم طوالي اداة نسخ اللون والتماني ادوات اللي بعدهم ادوات التعديل على الصور والتلمين والاربع ادوات اللي بعدهم ادوات الرسم والكتابة والاداتين الاخيرات هي ادوات التنقل داخل البرنامج عندنا اول اداة هي اداة الموف تولو او اداة التحريك مهمته هي بتحرك العناصر داخل التصميم فمثلا يمين شمال فوق تحت زي ما شايفين وزي ما موضح الاداة هي مهمة جدا في عملية التصميم لانه بتحرك بالعناصر عندنا ثاني اداة هي اداة الريكتنجل ماركي الريكتنجل ماركي هي الاداة بتاع السليكشن تصنف من ادوات السليكشن فيها الدايرة وفيها المربع فيها اللاين وفيها اللاين الافقي يعني اللاين افقي ولاين رأسي زي ما شايفين ودايرة والمربع فحنشوف بتتعامل معها كيف طبعا بتتعامل معها الشكل اذا قلنا عملنا الشكل مثلا مستطيل اذا جبت المؤشر او الماوس في نص الشكل فانت بتحرك الشكل بحرية تامة يعني ممكن تحركه فوق يمين شمال تحت كده يعني مشان يمين فوق تحت كده فبتحرك معاك الشكل اما لما تضغط من الكيبورد شفت فبتحول معاك لعلامة البلاص شايف المؤشر تحول معاك لعلامة البلاص حركت رسمت اي شي تاني بيرسم معاك بنفس الشكل القديم بالطريقة دي يعني فخلينا نشوف مثلا اذا عملت مستطيل بالشكل ده وضغطت شفت من الكيبورد وقعدت ارسم ارسم كده يعني اشكال مستطيلة ومربعة ولاينات لي فوق وكده يعني فبتدينا اشكال زي دي يعني جميلة هي الادة ما بتاعت رسم بتاعت سيليكشن لكن دي خارجية مني بس فبطلع معانا الشكل كده زريف كده يعني نظام سيتي او مدينة كده بتشتغل طوالي نضيف لها حاجات تاني فمسلا كتي خلينا نقوم معاك بالشكل فبيزهر معاي بل السلوب ده او بلطرقية دي يعني اه ده بادات الريكتنجل فمشوفت اني الادات الريكتنجل زاده جواها في الدائرة فممكن الدايره دي ممكن برضه ترسم باشا كلمدور بالتضاغط شفت من الكيبورد عشان الدايرة تطلع معاك موزولة وانت ضاغط شفت من الكيبورد وخلينا نديها اللون الأصفر نشوف الشكل حيطلع كيف وطبعا ده شكل عجوائي انت ممكن بعد تعرف الفكرة تشتغل أكتر تزبط الحاجة بمزاج لكن ده حاجات تعريفية كده ونمازج سريعة كده عشان شو نوريك الأدوات دي بتشتغل كيف فطيب ممكن برضو أداة الريكتنجل نعمل بها كط أول أدب تاعد الماركي ريكتنجل نعمل بها كط برضو مثلا إذا عندي الشعار دون وانا عايز أشيي للكلمة بتاعت ميزة تريد حافتع الأدب تاعد الريكتنجل وأختار ليه المربع اللي هو ريكتنجل ذاته وحدد المكان اللي أنا عايز أمسحه بكل بساطة أضغط تلت من الكيبورد انتهى الموضوع على كده كده مسحت الكتابة بقي عند الشكل بس دي الفكرة كلها في الأدب تاعد الريكتنجل أتمنى تكون واضحة ترجمة نانسي قنقر